اشتركوا في القناة تسعى إلى إيجاد هذا التوازن بما يتناسب مع أوضاع السوق الحالية جهود متواصلة وعمل دؤوب تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها لإيجاد نوع من التوازن في حركة السوق النفطية في ظل أوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم خصوصا وأن المملكة العربية السعودية تعمل على تلبية احتياجات السوق بما يتناسب مع السياسة التي تعمل المنظمة بها حاليا الحقيقة اليوم العالم أعتقد محتاج إلى استدامة أسواق الطاقة وإلى استدامة الأسعار أكثر من حاجة إلى خفض الأسعار نفسها اليوم العالم يعاني من هذا التذبذب هذا التذبذب سيؤثر حتى على رغبة المستثمرين في إداء استثمارات جديدة ومستقبلية اليوم أحوج أوبك وكل الدول المنتجة أحوج ما تكون إلى استقرار إلى رؤية ثابتة ومستقرة المنتجين هم جزء من هذه القصة صراحة يجب أن يكون من خلال ما نسميها لونج تيرم يعني عقود لونج تيرم أو عقود المستقبل البعيد حتى على مستوى الغاز ليس فقط النفط طبعا العقود على هذا المستوى ممكن أن تلعب دورها كذلك نقطة أخرى الخزين اليوم كثير من الدول مثلا الخزين النفطي هذا عامل مهم فأوبك منظمة أوبك وكل المنتجين يهدفون إلى استقرار سوق النفط مثلما الدول المستهلكين يعني يهدفون إلى خفض الأسعار ومن جانب آخر أكد المتخصصون في قطاع النفط بأن العقود طويلة الأمد التي يتم إبرامها بين الدول المصدرة والدول المستوردة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على حركته السوق وكمية الإنتاج المطروحة دور سعودية رح يكون دور كبير حنقول خلي الموضوع البالنس حق السوق النفط العالمي بس أهم السعودية تحتاج ضمانات من الدول المستوردة أن تشجع السعودية على الاستثمار في هذا الماركت أعتقد شنو الاستفادة رح يكون من الموضوع أن كل واحد يحاول يطور الإمكانات عشان المستورد يستفيد من تقليل الأسعار نقاشات ودراسات مستفيدة بين كافة المختصين في هذا القطاع جرت في مملكة البحرين أجمعت على أن الجهود التي تبدلها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها تتطلب المزيد من التكاتف لتشجيع المستثمرين لضخ الأموال في السوق النفطية بما يتنسب مع الارتفاع الذي يشهده العالم في ارتفاع أسعار النفط جهود متواصلة تقوم عليها الدول المنتجة للنفط لتسير بخط متوازن بما يتماشى مع الأوضاع العالمية خصوصا وأن النفط ومشتقاته من المتطلبات الأساسية في كافة الأسواق العالمية ومن هذا المنطلق تبحث الدول المنتجة عن حلول منطقية لمواجهة كافة التحديات الحالية ترجمة نانسي قنقر